قتل عشرة جنود يمنيين في هجوم شنه الحوثيون على منطقة وقع جنوب مدينة مأرب الاستراتيجية آخر مواقع السلطة المعترف بها في شمال اليمن ودفع الحوثيون بتعزيزات إلى جبهات مأرب التي يحاولون السيطر عليها منذ سنوات في الأيام الأخيرة رغم جهود أحياء السلام في البلد الغارق في الحرب واتفاق تم التوصل إليه مؤخرا لتبادل مئات الأسرة وقال مسؤول عسكري إن الحوثيين شنوا هجوما على تلال جبلية تطل على مديرية حريب جنوب مأرب وأحرزوا تقدما في تلك الجبهة وتسببوا في نزوح عشرات الأسر ويشهد اليمن أفقر دول شبه الجزيرة العربية نزاعا داميا منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين وأودى الصراع بعشرات الألاف من اليمنيين وتسبب بأزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العالم مع نزوح ملايين الأشخاص ترجمة نانسي قنقر